مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مواعد نشرة تحوال التقسي طلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذن نبدأوا نشرتنا الجوزان هاليوم بالصورة اللي اخترناها لكم نحبكم لإحدى الأماكن الجميلة نتواجدها ببادنا الجزائر نحبكم بالضبط الجبال الهوغار هذا المنظر الطبيعي الجميل يعبر عن جمال صحراءنا بالجزائر إذن الوضعية المرتقبة إن شاء الله بإن الله مع فجر نهار الغد استقرار جوزي يبقى في الموعد غيب الأمطار للأسف على جول ولايات الوطن لأكثر تفاصيل نحن نشوفوا إذن الوضعية الجوية كما اللحظوا استقرار جوزي راح يكون في الموعد الوضعية الداخلية ولاية الهضب العليا شمال الصحراء حتى أقصى الجنوب بالنسبة لدرجة الحرارة إن شاء الله بإن الله مع فجر نهار الغد تبقى درجة حرارة فصلية ارتفاع في درجة الحرارة سيكون على الولايات الغربية بالضبط على وهرا على مستغانة مسجده مقياس حتى شن درجة كأدنى مقياس على سطيف باتنا خنشلة أريس عينزال عين أرنت رفس الواد أقول نفس المقياس على قسنطينات سمسيلت حتى الخطرابط مع البيض مشرية ونعامة بالنسبة لولايات الصحراوية درجة حرارة تبقى فصلية على شمال الصحراء وسط الصحراء حتى أقصى الجنوب مسجده أدنى مقياس 14 درجة بعنق الزام عين أزوى وأباليسا إذن وضعية المرتقبة إن شاء الله بإذن الله بعد ظاهرة نهار الغد يبقى استقرار جوبي في الموعد على جل ولايات الوطن رح لحدوا بعض الصحب الكاتفة إلى أجوى نقول عليها نوعا ما أغائمة دون فعالية عالوية الداخلية وولايات الهضاب العلية زواب عرم لذان الشيطان قول المشاهد الكريم ومستعملية طرقات خاصة على تيندوف أدرار عين صالح عنق الزام وجنات الحيطة والحذر لأنه زواب عرمية رح تؤدي إلى ضعف الرؤية إذن الحيطة والحذر لأنه سرعة الريح تروح من 30 تلحق حتى 60 كم في الساعة درجة الحرارة إن شاء الله وبإذن الله بعد ظاهرة نهار الغد الأربعة تبقى درجة حرارة فصلية على طول الشريطة الساحلي عالوية الساحية الوسطى الشرقية الغربية بالنسبة لولايات الداخلية على الولايات الداخلية أفر من الناحية الشرقية على قسنطينة على أم البواقية على البويرة على حتى الخط الرابط مع الشلف سعيدة غريزان كذلك هنا درجة حرارة غير فصلية تلحق حتى 33 درجة مئوية بعض الضاهرة نفس المقياس حتى الخط الرابط مع الجلفة الغواطية تبيض من شرية ونعامة بالنسبة لولايات الصحراوية سجو مقياس من 29 حتى 30 درجة مئوية على شمال الصحراء و31 درجة مئوية على إليزي و37 درجة كأعلى مقياس بأقصى الجنوب بورج بجي مختارة عن قزة معين أزوى وأباليسة حالة البحر إن شاء الله مشاهدين الكرام لأنه الغد يبقى مصدرب على أغلبية سواحي الشرقية الوسطى الغربية يعود يرجع قليل اضطراب شباب على سواحي اللعوان الججل خاصة بعض الضاهرة مع اتجاهات رياح مختلفة مشاهدين الكرام لأنه نحقنا ختام وعد نشرتكم الجوبيل الرئيسي لنهى الغد الأربعين نختموها بشرق وغروب الشمس أشرق على الساعة السادسة 51 دقيقة صباحاً أما الغروب على الساعة السادسة و 16 دقيقة مساءاً نقول لكم بمزيد من المعلومات ما لكم غير تزوروا مواقع الوطنية تيفي لهي دايما في خدمتكم متابعة شيقة مع بقية برامجكم على قناتكم قناة الوطنية تيفي وقال اخير تلف رحتكم